في عدة أسئلة أنه ما هو تأثير المال المرجعي على حركة الفكر؟ الكتب والنشر والمددوات والمؤتمرات والمواقع اللي يسووها والعاملين فيها هذه جاءت أثر على حركة الفكر باتجاه نحو الأمام أو نحو الوراء ذكرون المكتب السيد السستاني قبل الأيام قبل شهور نشر كتاب للسيد جعفر مرتضى العاملي أن الشمس ردت لإمام علي مرتين و 63 مرة هذا قد يساهم في تقدم حركة الفكر عند الشيعة عندما ناس يؤمنون بأن الشمس ردت لإمام علي أو ردت لمرة و مرتين و 63 وأكثر فهذا نموذج أجيب لكم والكتب الأخرى 250 كتاب أقل شي 250 كتاب المركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي اللي تابع لسيد السستاني مقلف حول إمام المهدي و نشر الكتب هذي أقل شي 250 روح يشوفوا موجودة أسماء الكتب و كلها بالمركز و طابعيها و ربما عايدين طباعتها حتى يثبتون فكرة معينة أن الإمام المهدي موجود طيب وبعدين شنو؟ حتى الناس يعطون فلوس لأن هالفلوس تجي للمرجعية من وان تجي ليش يعطون فلوس للمرجع؟ لأنه نائب الإمام فصير دورة بالفكر دورة بالفكر و بالمال الفكر و الدعاية و الإعلام و الثقافة و الكتب لما تعمل حركة فكرية راح تنتج أموال و الأموال تجي للمرجعية ثم المرجعية تصرفها على هكذا نشاطات يعني قد أكو مجالات حيوية بحاجة لتغطيتها في التربية، في الاجتماع، في السياسة، في الأخلاق، في التاريخ، في العلوم الأخرى في قد احنا نحتاج كتب ما عدنا إنتاجات فيها ما عدنا كتابات فيها، ما عدنا نشر فيها بما يوازي، يمكن بعض الكتب على عدد الأصابع بينها 250 كتاب عن الإمام المهدي فقط هو كتاب واحد يكفي وصدقوني مكتب السيد السستاني نشروا كتاب في الردي علي ما جابوا اسمي بس هو في الرد على الإمام المهدي في الفكر الإسلامي أفضل كتاب وأقوى كتاب جامع شامل للأدلة والبراهين على وجود وولادة الإمام المهدي إذن ليش بعدين 250 كتاب آخر؟ كتاب واحد يكفي نشره ولكن حتى يساون تغطية تغطية بأنه، مو فقط واحد كاتب يصير دائرة علامية يسموها بالعلام حتى وينما تروح منين تتوجهك يشوف أنت الإمام المهدي وكتب عن الإمام المهدي فهذا دور المال المرجعي في الحركة الفكرية والثقافية اللي أيضاً يدور 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 ويرجع ينتج أموال والأموال تعود للمرجعية في الصير الإمبراطورية المرجعية والمالية تستمر ما هو دور المال المرجعي في السياسة؟ دعم هذا النائب، دعم ذاك الحزب، دعم ذاك هذا، هذا حديد طويل، دعنا نتجاوزه السؤال اللي شفته بعض الأخوة اعترضوا بعض الأخوة اعترضوا وقالوا ليش تطرح الموضوع ومن دافعاك وشو نقصتك وشو كذا وليش تهاجم المرجعية شفتوني أنا سبيت أحد، شتمت أحد، اتهمت أحد بالباطل دا أتحدث عن ظاهرة، ظاهرة تهمنا أموال الناس هذه، أموال الناس قاعدت روح إليها رئاسة الدولة اصطوروا أنت المرجعية دولة وحكومة والمرجع هو رئيس الجمهورية مالتنا زين هذا الموظف هو إنسان نزيمة يتحدث عنه ولكن هالوزراء والنواب شوفوا أنتوا شون نهبوا سلب الدولة العامة زين المرجعية هم شون ملايكة صاروا يختلفون عن ذلاك السراق والحرامية اللي في دوائر الدولة وفي البلديات وفي كل مكان أنا عندي معلومات دقيقة صدقوني عن بعض الناس اللي يشتغلون مع وكلاء المراجع وكيف يرتبون الصفقات وكيف يجيبون الشركات ويجيب كذا وشقد يأخذون كوميشينات وشقد يفزدون وشقد يصارعون فيما بيناتهم ما لدي أتحدث عنها فقط أريد أقول هاي ظاهرة موجودة افترضوا إحنا دولة دولة وعدنا رئيس وعدنا يعني وزارات متعددة وزارة الأيتام وزارة التعليم وزارة الصحة تبني مستشفيات وزارة الكذا في المرجعية فيها وزارات طيب هاي الوزارات كلها ما تحتاج مفتش عام ما تحتاج محاسب في كل وزارة ممكن وزارة في واحد عام محاسب عام المرجع يجيب لواحد يقول لي يا با تعال أنت احلف أو مرة أقسم مثل قاضي على أنك تقوم بعملك بدقة ومكتب محاسبين مو شخص واحد كل الفلوس التي تجي للمرجع تسخل في هذا المكتب على أقل أرقامها حساباتها إذا ما يجيبوها في وسع عيناً إلهم يا با أنت الوكيل لفلاني قد دخلك هالشهر قل لنا دخل الوكيل لفلاني هالقرفه تحسبون شقد صرفت هم يحسبون وين الأوراق مال الصرف شافين في الواحد وكيل يجيب أوراق الصرف مالته ما كويش شيء أدنى فما بيه حسابات فلو المرجع حفظاً على المال العام هذا مو مال شخصي إليه بعض المراجع يعتقدون أن الأموال تجيهم هاي أموال شخصية إليهم وهم إذا أعطوها للناس فمن عدهم يعطون وإذا ماتوا يورثوها لأبناءهم وفيه أوقاف بأسماء شخصية العائلة هي تديرها عائلة المرجع وأبناء المرجع الأكبر فالأكبر هو يدير الأموال وعدهم بنايات وعدهم ملايين بالبنوك وعدهم مزارة وعدهم كل شيء أيضاً ما نتحدث عن هؤلاء الأشخاص تعرفون ممكن طيب هنا إذن المال إلى دور فإحنا هل يجوز لنا نقد المرجعية محاسبة المرجعية التشكيك بها ولا هل كل واحد